أوضاع المعابر الحدودية الجوية والبرية والبحرية في ضوء الإجراءات الواجب اتخاذها كان عنوان الاجتماع الأمني الذي عقد في بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية مشيل عون وبحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء نهاد المشنوق ويعقوب الصراف ويوسف فنيانوس كما شارك في الاجتماع معظم القادة الأمنيين الرئيس عون شدد في مستهل الاجتماع على أهمية الحفاظ على الاستقرار الأمني متمنيا على الأجهزة الأمنية التنسيق فيما بينها الاجتماع أفضى إلى تشكيل لجنة برئاسة الرئيس الحريري وعضوية الوزيرين المشنوق والصراف لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن المعابر وزير الداخلية نهاد المشنوق أكد أن هناك مفاوضات تجري لمزيد من التطقيق والتفتيش لا سيما في مطار رفيق الحريري الدولي مشيرا إلى أن الأمر يتطلب الكثير من التدريب والعديد وكاشفا عن قرار قد اتخذ لمعالجة قضية العديد في مجلس الوزراء في أقرب وقت وأعلن المشنوق أن جهاز أمن المطار حاز على تنويهات عديدة في الفترة الأخيرة لكن الأمر ليس كافيا نظرا للضغوط الدولية الحاصلة هناك مطالبات بمزيد من التفتيش، مزيد من التطقيق، مزيد من العمل على تحقيق أمن على مستوى عالي وهذا بيطلب عديد وتدريبات وأجهزة مجلس وزراء بجلسة الأخيرة أخذ أرار كان منتظر من سنتين بتأمين كل الحاجات الأمنية الحالية لمطار رفيق الحريري الدولي فخامته كانت توجيهات واضحة سواء بمسئلة العديد أو بمسائل المتعلقة بالأمن أو بحسن التعامل مع المسافرين أو بحسن إدارة المطار من الداخل وتأمين مستوى مدني لائق لكل المسافرين من المطار وإلى مطار غير لماذا نكون جاهزين كمطار اليوم أو كأمن لحتى نفس كل هذه التعليمات؟ إلى حد كبير، نستطيع أن نكون جاهزين بوقت قريب بجهود وزير الأشغال أيضاً لأنه هو المعني بتأمين حاجات المطار والحقيقة هو عمل كل جهده بأقصر وقت ممكن للحصول على هذه المطار ومعروف أنه دفتر الشروط الفنية على أعلى مستوى ممكن فرق هي قص الوقت، أديش فينا خلال أقصر وقت أن نحقق هذا الأمر وسط كل المطالبات الدولية وازدياد العمليات الإرهابية وأوضح الوزير المشنوق أن هناك مسؤولية تقع على الجميع في موضوع المعابر الجوية والبرية وأولها المطار نافياً أن يكون هناك أي تهديدات أمنية أو إرهابية جديدة وكان قد سبق الاجتماع لقاء بين الرئيسين عون والحريري تناول الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد ترجمة نانسي قنقر